اهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا في برنامجكم بيناتنا اللي غد يطلوا من خلال وعليكم طوال هات الشهر المبارك مرحبا بكم معنا وبيناتنا انا احسن ومعايا ايمان باش نشاركوا معاكم مجموعة من الفقرات المختلفة بكات سنكم بيناتنا فقرات متعديدة وافكار متنوعة سنتقسموها معاكم والتي تهمك انتي والاسرة دائماً بناتنا سنبدأ الحلقة دينا اليوم مع اول فقرة عندي مشكل اول فقرة كيف قلت لكم احسن والتي هي فقرة عندي مشكل الموضوع اللي غد يناقشوا اليوم كدن احسن حتى هي عندها مشكل كبير انا اول ناس اللي عنده مشكلة اللي غد يطرحي اليوم ايمان سنبدأ اليوم على المشكلة اللي ادمان على القهوة شهر رمضان لا يستطيعون ان يدوزوا نهار جنوب بما يشربوا لطاس كافي جنوب كيف ندوزوا نهار جنوب بما نأخذ لطاس ديال الصباح اللي بان شوكت في قناوك تعطينا واحد الناشاط يومي طاقة اولوغ المناقشة هذا الموضوع كيساعدنا انصدفوا الكونش ديالنا سير دوان سودي مرحباً لك معاكم أهلاً وسهلاً كنشكركم على الاستضافة وكنتمنى نكون عندها صندنكم مرحباً لك سير دوان ألوغ سير دوان كيف سبق لي وطرحت المشكلة اللي ادمان على القهوة شهر رمضان كنظن هذه المشكلة كانت تعاني منه واحد شريحة كبيرة كل رمضان كن نرجع للمنجسة اللي ادمان على القهوة نريد أن نعرفه اصلاً كلمة ذا الادمان لأصل جاناً فعلاً نكون مدمنين على القهوة او غير اعتقادك جي نحيه نعم أولاً أشكرك على إثارتك هذا السؤال هذا لأنه يبقى واحد سؤال مهم جزاف والعديد من المغاربة يعني منه أنا مش واحد منهم الحمد لله ولكن العدد كبير من الناس يعني اذكرتي انهم ادمان اسم دي الادمان ولا كلمة دي الادمان عادة ما كانت ربطها بالمخدرات والأشياء السلبية اللي ربما كتتضر بالمجتمع دي الادمان ولكن في نفس الوقت نقول لك المقولة الشهيرة من زادة عن حدي انقلبة إلى ضده يعني عندما نفوته واحد من عدد دي الادمان كما قلت دي الادمان في النهار هنا كنا ندخل للمرحلة الادمان اللي غاد تسبب لنا واحد ضرار لأن النسبة الكافيين اللي كتكون في القهوة كتكون طالعة بزافة فبالتالي قد تسبب لي واحد مشاكل أخرى ربما تعودتش تسبب لي عدم التركيز وربما تسبب لي الارهاق والأراق بأنني رخصني نرتاح وحد الوقت لنا أن الكور إيمان الجسد دي النار راح مصوب واحد طريقة اللي يخصي يخدم و يخصي يرتاح و يخصي يأكل و يخصي يتغدى و يخصي كذا يعني فبتالي هذا الميكانيزم كيف يخدام الكور دي النار إلا خربقنا لي شوية في السيستام دي الهو ما كيبقاش غدي مزيئ ما كيبقاش غدي مزيئ كيبقاش غدي مزيئ من غير رمدان يقدر يخد قهوة و تناولها و تناولها و تناولها و لكن في رمدان تقدم من محدودة في العدد الساعات الصيام ربما كيف تتطر دي الهو مورا الفطور نحن نرى الناس الذين يبدوا بقهوة جميلة ونحن لا يكذبون وهذا خطر بشكل كبير لأن كل إمساك نحن نهار كامل مواكد حتى تكون خاوية ومعروف لكي نقسم الصيام بالطمار أو شيء الذي ستفيد لكي تعطينا طاقة أكثر لكي ننسى هذه العياء التي ستعطينا طاقة لكي نكمل ليلة دينا ونكمل لكي نكون مستعدين لكي نهار أخر ولكن عندما تذهب بالقهوة هنا تكون مشكلة أخر ولكن مسألة أخرى هذا الإدمان هذا كل من عنده واحد الإدمان بالصحنية هو إدمان على القهوة يعني تكون مستعمل كمشي كي يصاب بالقهوة أو كمشي يجلس في القهوة أو يشرب القهوة وكل الإدمان عنده غير في دماغه هذه الجنقة عكاسي ردوان هو المسألة التي نظن بشكل شخصي أنها مسألة البسيشي كمو يعني بشكل نفسي أنا كمقاو ذاك المسألة الإعتياد كل مرة كنا نأخذ الكافي في ذاك الوقت يعني في هذه النقطة وأتنسو لك أن هذه مسألة نفسية ما هي مسألة نفسية ولا فعلا الداتة لك تكون محتاجة الكافي أنا سأذهب معك بعيدا قبل أن نقول ما نفسي أو لا سأحل لأحد النافذة في هذه المسألة القهوة كل من يشرب القهوة أو يشرب القهوة ربما ينتمي إلى طبقة معينة أو ربما يعني شخصية فريدة من نوع كل شخص يدخل مثلا يشرب القهوة بطريقة مثلا نفسي يعني يحس بأحد نشواء يدخل الأنكاكتاق ربما ليس أحدها يمكن أن تشرب قهوة وكذا وكذا هو قهوة في القهوة في محثة القهوة وأكيد لكي نتعرض لسؤالك أنها مسألة نفسية أكثر لأن عادة تكون مرتبطة بالعمل أي أنها تضربت ماراة وعياء في النهار كامل رخصني القهوة بالنسبة لكي نريد أعطي المزاج يعني عندما تقول لكي أردت المزاج ديالي يمكنك تطعب طبع نفسي لكي ربما تريحك يعني نفسياً ولكن جسدين واذا ترتاح؟ الجواب هو لا لأنه عندما ترتاح جسدين يجب ترتاح تحبس يدك على هذا لكي ترتاح بشكل كبير ولكن عندما تفقى تستعمل في القهوة يبقى يشرب القهوة بلا ما يشعر وراء خدام يعني عندما يقول لكي يرتاح وراء ما يرتاح يبقى يشرب في القهوة وفي نفس الوقت يبقى يشرب عندما يرتاح القهوة وتريد ان تشربها وفي نفس الوقت أولاً لا نشربة كثيرة ويشرب على حالة قليلة لأنه لا يمكننا تقوم بالمستوى معين ولكن داخل الريحة ويجبنا ترككي إذا كنت تقومت من جودة عالية سيكون بمستوى بمستوى سمحي لي إحسان إنه سيكون لديك المشكل لا يمكن أن تكون لديك أن نتحدث عن ذلك بالهلاء هل من المتحدث عن إحسان في شهر رمضان وكي تتعاني من هذه المشكلة التي تدخلها لتأكيدها لأن في فقرة يوجد مشكلة سأعطيه نصيحة أو طريق لتجلبوه لنشيء على أحد ما هي نصيحة التي يمكنك أن تقدمها لتجلبوها لا يشربوا القهوة نعم، أريد أن تفهم هذا المسألة كله ممنوع مرغوب يعني لا يمكن أن يأتي إلى الناس ونقول لهم أن يحبسوا القهوة مستحيل، لا يمكن لأنه لا يمكن أن يحبسوا لا يمكن نعمل رأسنا بحوجة أخرين سوف نحل المسألة تدبير الوقت وتدبير طريقة لنا في العيش والطريقة لنا في التعامل مع العمل، مع الضرس، مع الناس كي يجعلوني ربما نغطي هذه المسائل التي يغضرني بأشياء السلبية مثلاً، أنا تسترسيت في الخدمة وهذه مسألة نديرنا شخصياً بحكم طبيعة العمل في الإنفروماتيك وعندما نحس برأسي 9 يوليط نعمر، نحبس ونخرج، نشم قليلاً نريد قليلاً نطلق مع الناس نطلق مع الناس لتعود إلى الناس ونحن نعود إلى الناس ونحن نعود إلى الناس هذه هي طرق التي تجعلك تبعد على القهوة وتعطي رسائل دماغ لأنك تتقلب على سيصابه يستمر لقهوة والذي أن نفعل نحن نرى نحن نجعل أو نحن زفت بمعينة حتى نتضر مثلاً نحن نحن نخدم المترجم للقهوة سوف نشاهدون أشكين في السوق